على مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئاسي تاسي تدولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43% عند مستوى 11305 نقاط بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات ريال فاصل 112 مليون وجاء سهم شركة المتحدة للتأمين التعاوني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10% ليغلق عند 9 ريالات فاصل 90 ثلاث سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بنسبة 9% فاصل 97 ليغلق عند 12 ريالاً فاصل 58 كما ارتفع سهم شركة السقل لتأمين التعاوني بنسبة 9% فاصل 96 عند 16 ريالاً فاصل 12 بينما تصدر سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9% فاصل 96 عند 18 ريالاً فاصل 80